هننتقل لموضوع الوصية وخدوا بالكم واركزوا معايا واحد بيجي يقول لي ايه يا عم الشيخ ابويا الدخويا عشر تلاف جنيه طيب يا سيدو بعدين ما الدنيش انا طيب هو مش عايز اديك مثلا ازاعم الشيخ انا مش ليا حق مش ده مال مراس ركز معايا في الكلام اللي هقولولا كويس اولي المال ما يبقاش اسمه ميراث الا بشرطين اول شرط ابوك يموت وحضرتك عايش ده الشرط التاني صليتوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم يبقى تصرف الانسان في حياتك ما يبقاش اسمه ميراث انما امتى يبقى ميراث الاب يموت وحضرتك عايش في الشرطين دول يبقى المال ده اسمه ميراث طيب الوصية ايه هي تصرف في تاركة بحقوق واجبة او اختيارية يعني ايه الكلام ده يعني مجرد تبرح ما بياخدش قدامه ايه عوض لكن الفرق بين الهبة والوصية ان الهبة يستلمها حالة حياتي انا عايش اوهب فلوس اوهب المج اوهب العربية اوهب شقة زي ما انا عايز والانسان اللي انا وهبتله يستلم انما الوصية اوصي زي ما انا عايز حالة حياتي انما مش هيستلم الا بعد موتي خلي بالك وعشان ليه اشروط طيب حكم الوصية دي ايه قالوا الوصية مباحة وفي وصية مستحبة وفي وصية واجبة وفي وصية حرام وفي وصية مكروهة بعد ما تصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم طيب الوصية الاختيارية ايه اللي هنا دلوقتي انسان بصحتي وفي كامل رجدي وفي عقلي وفي قوتي اعمل ايه اوصي لجمعية كذا او لمستشفى كذا او لتحفيظ القرآن الكريم او لمرضى كذا او لعمارة المساجد او لبناء المساجد يبقى داب مزاجي انا خد بالك ودي اعظم انواع الوصية مش معنى الاصل الانسان بيدخل في صراع مرير مع الشيطان ومع نفسي انت اتوصي دلوقتي وانت عندك اربعين سنة استنى ما انت ممكن تقيش كمان تلاتين اربعين سنة والحال يتضحضر والاقتصاد مش عارف يحصل ايه والفلوس وانت ما تلاقيش تاكل علشان كده ربنا في القرآن يحذر من النقطة دي اوي اسمع ربنا بقول ايه الشيطان الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضل عشان الانسان بيخش في صراع مرير مع نفسه طب هنا الفحشاء المراد بيها ايه البخل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء يأمركم بالبخل انت اتطلع لمين توصل احنا منه وما المساجد دلوقتي ومنه وما الحفظ القرآن ومنه وما الدوش المستشفيات ومنه وما الدوش المدارس انا مالي خلي الفلوس لي الشيطان يقول لك كده انت ما تضمنش هتعيش قد ايه ما جايز تفتقر خلي الفلوس وعلشان كده سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم مع انه راقب في الوصية انما خليها في حدود التلت بس النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تصلوا عليه قال ان الله جعل لكم في الوصية سلسة اموالكم زيادة في اعمالكم ليك التلت بس ازياد من التلت لا ليه لانه هنرجع للورصة تجيز وصية ابوكم في اكتر من التلت لو قالوا لا لا لو قالوا اه اه الدليل على كده ايه سيدنا سعد ابن ابي وحقاص ردوان الله عليه وارضاه وهو خال سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم رحل سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم ويزوره كان سيدنا سعد مريض فسيدنا سعد استنهز وجود النبي صلى الله عليه وسلم كفرصة وقال له يا رسول الله قد بلغ مني الوجع كما ترى عايز يقول له اننا خلاص حاسس اننا مدبر من الدنيا مقبل على الاخرة وانا ذو مال الحمد لله الدنيا بقشش معايا والدنيا حلوة الحمد لله وما عنديش من الدنيا دي كلها الا عيلة وحدة ما كانش عنده ابنة وحدة بنت وحدة فهي اللي هتاخد ده كله فإيه رأيك يا رسول الله أفأتصدق بثلثي مالي أنا هطلع يا رسول الله تلتين المال لله والرسول خدوا بالكم الناس اللي بيقوله أصل الإسلام حمه يجمع الفلوس من جيوب الناس لو هم الإسلام يجمع الفلوس من جيوب الناس كان النبي قال له اه تلتين حلو او لكن النبي صلى الله عليه قال له لا بلاش تلتين كتير او يا سعد فقال سيدنا سعد ردوان الله عليه وارضاه فالشطر يعني ايه رائق بلاش تلتين خليها النص البنت تاخد النص والنص التاني لله ولرسوله فسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال له بردك لا كتير بردك فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحدد فسيدنا سعد قال له خلاص ايه رائق التلت فسيدنا الحبيب قال السلس والسلس كثير كتير كمان التلت يا سعد ايه الحكمة يا رسول الله اسمعوا الحكمة كويس اوي انك انتظر ورثتك اغنياء خير من انتظرهم عالة يتكففون الناس الناس اللي بتيجي يقولك ايه انا يا عم اشوف حالي مع ربنا وقبل ما يموت يموص بماله كله او يتبرع بماله كله او هتفتكر ان انت بتعمل حاجة خير لا ده انت بتعمل حاجة خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم لان الاصل انتظر الورثة في حالة غنى وفي حالة سعد وفي حالة هناء مش يشحطوا من الناس مش يروحوا مش لقين يكملوا اكلهم ولا يكملوا عشاهم ولا يكملوا معيشتهم خد بالك من ده كويس اوي اصلا يا عم الشيخ هقولك انا عملت ليه كده عملت ليه كده يا سيدي قولي العص الواد قال ليه للأدب وما كانش بيزورني او البيت كانت ماشية وراجزها وكانت بتعقني حاسب هو انت حضرتك ربنا سبحانه وتعالى وحنم مش دارينين والحاجة انت بشر والبشر يقوله سمعا واطاع يقوله سمعنا واطاعنا يعني ايه سمعا وطاعه وسمعنا واطاعنا يعني البشر ربنا سبحانه وتعالى حطله حد في كتاب الله سبحانه وتعالى وقال له ده لكذا وده لكذا وده لكذا وانت ليك التلت اعمل فيه اللي انت عايزه اصرف ووصي زي ما انت عايز براحتك خالص لكن ما تتجاوز التلت ده ابدا علشان ما تؤثرش على الورصة لكن انت لما هتيجي تحجب فلان وتتبرع بالفلوس عشان ما حدش كان بيزورك وتكتب الفلوس كلها مش عارف لجمعية ايه او لمستشفى ايه او لضر ايه علشان ما حدش كان بيبص في وشك ولا حدش كان بيرعاك يبقى انت كده انتقلت من كونك مخلوق الى كونك خالق انت بدأت تتحاكم الناس وتحاسب الناس بل وبدأت توزع على الناس علشان كده كل انسان عنده مال يوصي يوصي بالسلس ما يسيبش نفسه لعياله بعد ما تموت ربنا يطيل عمرك عيالك هيبخاله بالقرش الا ما رحم ربي واللي هيطلع مش هيطلع اذا ما انت هتطلع عن طيب نفس واخد بالك اللي بتخرجه الربنا سبحانه وتعالى ستجد نوره في قبرك وستجد نوره عند الصراط وستجد نوره في ارض المحشر وستجد نوره في الجنة هتتمنى لو خركت المال كله لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه اتلت طيب النبي حذرنا بقى ان احنا نسيب نفسنا لاخر العمر الولا تهمل حتى اذا بلغت الحلقوم اول ما نروح تبلغ الحلقوم تقول لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا لا من الاول علشان كذا مهم جدا كل انسان عنده دين كل انسان خايف من ربنا ما ينامش ولا يبادش ليلتين الا وصيته تحت رأسه النبي قال كده بعد ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم عليه ايه وليه ايه ويوصي بإهل مين ومش كده وبس ده يوصي مين يغسله ومين يكفنه ومين يصلي عليه ومين يدفنه ومين يلقنه ومين يدعيله كل الامور دي لازم تبقى واضحة وتبقى صريحة وتبقى مكتوبة ويبقى عليها اشهان وناخد الطرق القانونية لإثباتها علشان ما يبقاش فيه تلاعب بعد كده خالصا